إذن عشرات المقترحات والوعود تلك التي يتغنى بها المسؤولون ولعل أبرزها فتح مكاتب لصرف العملة الصعبة والتغيير في أداء المنظومة البنكية التي لم تتغير رغم تغيير مسؤول بآخر لتبقى الإشكالية قضية ذهنيات سورة فدعماش والتفاصيل الحديث عن فتح مكاتب لصرف العملة الصعبة ورفع سقف مرحة الصفر التي لم تتغير قيمتها منذ سنوات رهانات لطالما واجهت البنك المركزي لتطوير فعالية البنوك التجارية والتحكم في سياسة الصرف رغم تنحية محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي واستخلافه بمحمد لوكال الجميع كان ينتظر طور في أداء المنظومة المصرفية فترسانة القوانين استضمت بذهنيات لتتغير وهو نفس السيناريو الذي تم به وضع عشرات المقترحات في الأدراج مهما كانت الطريقة يعني أنت المسؤولية لازم يجي لازم تكون هناك استمرارية لابد يستغل نقاط القوة على الوزير السابق ويصحح نقاط الضعف وبالتالي هكذا نظر أن تكون استمرارية وتكون نجاح في القطاع يعني مهما كان الطبيعة أنتها نشاط نتعه والوزراء احنا عنا أو المسؤولين عنا ما همش ميدانيين هؤل المشكلة تنقصهم الميدانية إذا خذينا بعين الاعتبار وزير الطاقة اللي جاني بعد ثلاث أشهر أنا نعتبره كمسؤول ميداني وبالتالي لو ما قامش يعني بعمل ميداني ما يتوصلش لنجاح لتوصله في الاجتماع يعني تعالى الدول المصادرة البيترول وعوداً أخرى لا تخرج عن أرويقة حاديث الصالوناتا وإن خرجت فإنها لا تطبق على الأرض الواقع وهو حال مسألة التعامل بسوكوكا التي استضمت بذهرية الجزائريين وثقافة الشكاراء مع أنيش ثقافة بنكية في الجزائر وبالتالي يعني مزلنا نخمو يعني عن التفكير التقليدي يعني أنا عندي الدراهم يعني لازم نستطمرهم يعني في مجال معين بدون يعني معطيات أخرى وإن استمرت على هذا النحو فإنها ستقطع الطريقة على النموذج الاقتصادي الجديدة التي تتغنى الحكومة بورقة طريقه ترجمة نانسي قنقر